موسيقى زينب بين الحرفة والإيد السورية نشأت علاقة قديمة عمرها مئات السنين ولدت عبر الزمان أكيد من منتج متاز بسحره وفرادته جسد التاريخ بهيد البلد بمختلف مراحله وعبر عن روح الحضارة السورية المستمرة بفضل إرادة وصمود السوريين أكيد سالة اللي نحكي أكثر وبشكل موسع عن طبعا شيوخ الكار وأهم ما تم إنجازه على صعيدين المحلي والعالمي لعام 2018 طبعا هي شو الخطط الجديدة لهالعام الجديد أكيد نرحب بالسيد عدنان تنبكجي شيخ كار بالحرف الشرقية والمسؤول الإعلامي لمجلس شيوخ الكار وعلي خليفة حرفي بمجال صناعة الأدوات والآلات الموسيقية التراثية يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم صباح الخير أهلا وسهلا يسعد صباحكم كل عام تبخير كل عام تابعونا سيد علي شيخ كار بس ملحوظة صغيرة بس أكيد الشيوخ الكار في إيران يعني مثل أقدمية الإجداد الأدمة ولا ما فيه هك شيء والله العمل مستمر ونستخدم كثير من الناس وفي تراكض على هذا الموضوع حتى ببيعية المحافظات ونحن نتبر بعض الحمد لله حتى أنا حصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية بما يخص الفنون اليدوي عملنا لقاء وأنتم على طول صباقين بين الإخبارية السورية ما بتأسروا على طول أنتم مواكبيننا وعجبنا وبالنسبة للجزائر كمان في معرض الصالون الأخضر كمان حققنا أنجاز أخذت أنا أنجاز كتير مهم تقريبا على 24 دولة وأكثر من ما يقارب 600-700 شركة طلعنا المركز الأول وأنا توشت بهذا وبمعرض أعمار كمان وغير معرض دمشق الدولي ومعرض أعمار كان رائع جدا وفيه كمان يعتبر معرض دولي حققت إنجاز كتير حلو أنا بهدي هذا الإنجاز لزملائي ولكل واحد عم يسمعنا ولكل حرة في سوريا وبالنسبة للإنجازات المحلية بكل المراكز الثقافية عملنا كمان معارض حتى عملنا معرض لشيوخ الكار الثاني وعملنا معرض للبيئة وكان أقبال عليه رائع من كل المعنيين والمسؤولين بوزارة السياحة كانت نشاطات كبيرة إذن كان عمنا مجموعة كبيرة وإذا بدنا نعدهم بدنا حلقات ما بتكفينا حلقة وإن شاء الله المستقبل واعد ومستمرين بالإنجازات لأنه لحنا فعلا جنود التراث وبالبعنا هذا الإسم وما منقل شأن عن الجنود اللي عم تحية لإلهم عم يخلونا لحنا بأمن وإطمئنان ووصلونا لهذه المرحلة أكيد يعني عملت بصمة ب2018 وإنجازات كثير مهمة مثلتوا سوريا محلياً وعالمياً وكانت يعني فعلاً شيخ الكار إلون كثير يعني إنجازات مهمة على كل الأسعاد هلنتقل إلك كمان علي يعني شيخ كار بالآلات الموسيقية التراثية وجاهب لنا اليوم بزق يمكن وعود بزق عود تماماً خلينا نحكي عنه ونحكي عن هذا المجال كيف صرت شيخ كار فيه يعني يعني شيخ الكار هو المعلم بهذه الحرفة تماماً تماماً فخلينا نحكي عن الآلات الموسيقية الدي اليوم هي جزء من التراث والحضارة السورية كمان نعم بدايةً نحنا يعني كمهنة كنا بنشتغل فيها من زمان يعني فيها نقول جدي قبل خمسين سنة هو كان بيشتغل بالموضوع وهالموضوع تظل متوارس فيه نقول يعني مع أبي بعدين كان لألي هاي الخبرة اللي كانت عننا نحن على أرض الواقع ونحاول نطورها ونقدمها مثل ما بتكون موجودة بالآلات اللي عم نشتغلها وبالشي اللي عم نساوي عملياً اللي احنا قدمنا بهالفترة بخلال 2018 والسنوات السابقة إنجازات كثير كبيرة كان فيه إنه حصة كبيرة بالمعارض الدولية وكان فيه لأنه حصة كثير كبيرة بالمبيعات بشكل عام بالوطن العربي قدمنا كل كل الخبرات الموجودة قبل خمسين سنة إلى هلأ حتى يعني هي من الخبرة اللي كانت قديمة سابقاً عننا ياها حالو غالباً من نشتغل إحنا الآلات الشرقية هي البزء والعود والآنون هذا المشهور يا سوريا فيه تمام بالزبط بالزبط هيك يعني سوريا هي من الدول مشهورة جداً بها الموضوع وضمن هذه الفترة اللي احنا كنا ماضين فيها كنا قدمنا شي كتير منيح للوطن العربي وبشكل عام عالمياً كمان وكنا متمييزين جداً بهذا الأداء الحمد لله يعني يعطيكم ألفة عافية وخاصة في أحياء التراث والحضارة السورية لا يتعرفوا العالم أكثر عليها رح نرجع ننتقل لك كان عام 2018 حافل بالإنجازات حافل بالسفرات أيضاً وعام الشهادات والجواء إن شاء الله ألف مبروك نحكي عن الأنشطة اللي أنتو عم تحضرونها بالألفين واتساة عشر بالنسبة للنجاحات بتعرفيها النجاح هو كتير صعب ما له سهل وإنما الحفاظ عليه عم يكون أصعب وإحنا كحرفيين على طول إحنا الخيادات بتوجهنا على أنه إحنا نستمر أنت حتى تحافظي عن نجاحك وتعطي إبداع أكتر يعني فيه مجهود بس ويتعم نلاقي الإنجاز وفيه إقبال من الناس وعم تلاقي الابتسامة مزروعة سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلي كمان بيعطيكي دافع كتير قوي وموضوع الشيوخ الكار أو موضوع الحرفي الناجح هو بيكون مو بس متوارسة مني أو متعلمة مو بضرورة يكون متوارسة كمان من جوه عنده شيء دافع من قلبه وحبه لهذا أو عشقه يعني هي بدها تكون مثل الروح متواكبة معه من شان هيك عم يكون فيه إنجازات وفيه إبداعات وفيه عم نحق بالنسبة لهذه السنة اللي احنا موعودين إن شاء الله كمان بالدعم الأكبر مواجهة تحية لقيادة حزب البعث العرب الاشتراكي على إنه عم يدعمونا بحاضنة دمشق الحرفية وإن شاء الله بالقريب العاجل هيتم لحنا قبل هلأ عملنا أكتر من حلقة على هذا الموضوع بس عم نشوف لحنا الإنجاز وتواكب الناس من الشوخ الكار وحرفيين وهذا المركز الضخم الكبير هاللي هو موجود فيه مركز تعليم ومركز أبحاث ومركز معرض دولي وأخذنا بيت لدولة أبخازيا إن شاء الله هذا المكان حيكون يعني عبارة عن بداية النجاحات بالحواطن ما بنا نقول حاضنة واحدة وبنتمنى أنه تكون بكل المحافظات إن شاء الله اللي جاي أحسن والمستقبل وعد بالنسبة لإلنا وإن شاء الله لكل اللي عم يسمعونا ومو بس للحرفيين أكيد يعني اليوم زيني لنا الستوديو بالتحف التراثي وأنا وستهلي قاعدين أم نطلع قديل فيه فن وفيه عن جدة بصمة مميزة وأفكار جديدة كمان خلينا نرجع لعندك علي ونحكي عن الآلات الموسيقية شو اللي بميز الآلات الموسيقية التراثية السورية بصناعة سورية يعني دائما ملاقي العود الدمشقي أو البزق الدمشقي إلهم طابع خاص خلينا نحكي عنهم وخلينا نشوف البزق اللي حدك بداية بشرح لك عن الموضوع كيف عبر العصور كان في كل بلد فيه لها بصمة موجودة بالآلات الموسيقية اللي عندها فيها نقول على التراث العراقي أو التراث الخريجي أو التراث الدمشقي السوري كان تراث الدمشقي السوري إلو البصمة الأكبر والحصة الأكبر ضمن الآلات الموسيقية المعروفة بالوطن العربي الآلة الدمشقية تميزت بتراث وأصالة كانت متفردة فيها بالعصور القديمة وما زالها الموضوع ماشي لحد الآن احنا بدورنا حافزنا على هذا الموضوع بكل ما استطعنا له طبعا مع مراعاة تطور الآلات بشكل عام تطور الموسيقى بشكل عام التطور الموجود هو عام نحاول الرعي بس بنفس الوقت تطور الموسيقى بشكل عام بمستوى درقاليبة أكيد حيكون هو جوز الرقم الأول بالصناعة هذا الخشب هو خشب الجوز البلدي ولحنا الصراحة منشوف حانا فيه بسوريا أنه عنا منه هذا الخشب يعني هو الخشب المميز كتير المفاتيح لفاتولنا نظرنا زينا بيمكن المفاتيح لون من شو في حجر معين عاملين في المفاتيح مما الصراحة عادي ولا الألوان بس موضوع ألوان وموضوع زينة هنه مفاتيح بسيطة هاد لون للبزء يكون مفاتيح مو حجار لا بالأعواد ممكن نستخدم لحنا مفاتيح تانية ممكن نضيف عليها أحجار ونضيف عليها أخشاب تانية ممكن بيكون فيها شيء 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 مهم غالبا يعني بيكون من الأخشاب الموجودة عنا يعني متل ما شرحت لك خشب الجوز عم يكون موجود بالصناعة غالبا من خشب الزان هاد اللي عم نشتغل فيه لعنا والوجه غالبا بيكون خشب السيبروس متل ما بنسميه أو الشوح الكوقازي يعني بياخد وقت مثلا إذا حرفي بده يعمل بوزق أو عود بياخد وقت كتير؟ أكيد أكيد أنسي هو مراحل الشغيل عم تكون كتير كبيرة وكتير صعبة مع مراعاة الوقت لحتى حتى يتم تعامل الخشب مع المواد اللاسقة مع العلاج اللي يكون عليها يعني غالبا بيدي وقت بين الخمستاش يوم للخمسة واشفرين يوم حتى يكون في عندنا إنتاج أطعاء واحدة من هذا الشيء أكيد بياخد جهد كبير وبياخد حرفية عالية يعطيك العافية شغلة كتير حلوة زينب مثل ما قلتي اللي عنده شي من الشام وهيك شغلة من الشام يكون ملك الألعاب طبعا طبعا نشوف حرفي أكيد أستاذ عدنان يعني كمان عم نشوف شغلات جديدة بشغلك دائما أنت بتجدد وخاصة هيك بطريقة العرض دائما في شي ابتكارات جديدة بتضيف عليها على شو بتعتمد أكتر شي في شي معين بتستند عليه مثلا خلينا نقول إنه في قطعة معينة ممكن أنت بمخيلتك تكون غير شي ترجع تركبها صحيح لكن معنا بصمات يعني هلا أوقات بكون عنده واحد قطعة متوارسة من أبو أو من جدو يعني أحيانا ما منكتفي بهذا الكلام لازم كمان نحط بصمتنا ربما تكون بصمة الأبن أحسن من بصمة الأب يعني مو بالضرورة أحيانا متصدف يعني وكمان مطلع دعا لا يكون شيخ كار هذا الشرق أكيدة لك لأنه لكي ما النجاح وقت بيستمر يعني المؤشرات بتكون واضحة أكيد أنت القطعة وقت بتكون هون متراكبة عندك وما في اقبال عليها هون بدل فشل بس وقت بيكون في اقبال وعمت أنت عام تساوي أطعام طيب الزبون مل من هالأطعام بنساوي غيرها منطلع كمان إحنا منتواكب تعديل بسيط يغير منا هذا الموضوع اللي هو التعديل أحيانا منقتبس من النات أحيانا منقتبس من الديكور من مسلسلات يعني مسلسلات سورية كمان اللي احنا منعطيهم ومناخد منهم أنا منعطيهم أطعام من الديكور من التراث القديم ربما يحطوا أطعام مو من عندي فرضا أنا مو بضرور أخذها وساويها نفسها لا هوني فشلت لكن أنا بحتويها وممكن أنا عدل عليها ساوي قصة تانية وهذا النجاح بعينه وإحنا ماشيين على هذا الموضوع وأوقات الواحد بيسرود يعني أنا فرضا بشرب فنجان قهوة بيكون قدامي وراء وألام برسم أطعام مو بالضرورة فورا تنجح وأثناء العمل أنت بيطلع معيك الخطوات لأنه بيدل على أنه أول شيء عشق الحرفة اللي أنت فيها والحمد الله على طول النجاح لأننا عم ساوي نعورة بالتراث السوري دمجنا نعورة بدا تكون فيها أطعام من النحاس وعلى أيقونات لكل سوريا وراح حطها بالحاضن كمان وبدنا ندخل معها الخشب والموزيك والصدف يعني هون دمجنا أرمع خمس حرف مع بعضون وإن شاء الله راح تكون منتج بيخلوه عظيمة هاي بدأت تكون هلا بتكون خالصة عمهرجان الربيع بحما يعني هاي بتتزاون معه خلينا نحكي يا علي هل شاركت مع شيخ الكار بمعارض دولية أو معارض محلية؟ يعني خبرنا عن تجربتك وعن ردود الفعل لما عم بشوفوا الآلات الموسيقية التراثية إن كان العرب أو السياح الأجانب وخاصة إنه دائما هلأ دائما النكهة الشرقية صار إلى مكان كتير كبير برا ويعني الأطعم مجغولة صح عم بتكون يعني تحفي ثمينة عند الناس؟ أكيد بداية اللي احنا شاركنا بكل المعارض اللي كانت موجودة يعني الداخلية فينا نسميها وكان إنه وجود فيها كتير خوي وكتير فعال فيني إليك إنه الإقبال الكبير اللي كنا عم نشوفه من المتابعين أو المشجعين لهالموضوع كان هو يعني أكبر داعم لأنه معنويا فينا نسميه هل كان في بزق وعود ولا كان في آلات تانية مثلا الناية والآنون هذول القصص؟ عمليا إحنا تميزنا بالبزق والآنون والعود يعني هذلون ثلاثة كانوا هنا ضمن التخت الشرقي بالظبط إضافة لألون حسن إحنا نشتغل بالدف أو الكاتب مثل ما نسميه والناي هنا موجودين كمان ضمن مجال عملنا بس اللي إحنا نتميز فيهم يكون هو العود والبزق والآنون يعني فيهم شغل يمكن أكتر؟ بالظبط بدون شغل أكتر وبدون تميز عمليا بالحرفة يعني مثل ما تفضل الأستاذ عدنان بدي يكون في عندك محبة للموضوع بدي يكون في عندك إخلاص للموضوع من الداخل حتى تعطيه شيء من الروح من روحك للأرى اللي عم تشتغلي فيها عمليا يعني يعني عالية كل شيء بهالدنيا يمكن كما أستاذ عدنان هو نفس عمليا بالشغل إن كان أي شيء فيه نفس فيه نفس هيك معين بيعطي شيء مميز للقطع اللي عم يشتغله يا بيشتغله بنفس يا بيشتغله هيك بفائده بيقولوا هيك ما رح تطلع حلوة قداش مهم يكون الإنسان حابب الشيء اللي عم يشتغله لحتى الشخص التاني اللي عم يشوفه يحبه يكون شيء طالع من نفسه يعني كما أستاذ عدنان عم نشوف لوحات كنا أيضا هيك معمولة بنفس سوري أنا أنا مركز على نفس السوري قديش مهم إنه تحب الشغلة اللي أنت عم تشتغله أذا كان دعي أخي الأكل أو شيخ كان مضروري تشتغله صحيح توصيق لكلامك إنه عم تحكي كلام صحيح بي بالمئة ومهم لحنا أحيانا بفريق العمل أنا يعني مع فريق عملي بشكل شيء مني لحالي أنا أبدا ما بسواب يعني عادي بدو يكون لحنا فريق عمل متكامل أحيانا الشخص عم يكون رايق وجاي مبسوط بيساوي لك الأطعاء نفس الأطعاء ويت بيساويها شخص تاني بتلاقيها في فرق سبحان الله يقول أنا اشتغل فلان هون اشتغل فلان عرفت كيف بيتميز هذا الكلام يعني الرواء ويت بيكون الواحد حتى بأي مجال ويت بيكون هو رايق كمان بيأنتج أكتر وحبه للأطعاء بينسى خلوة بيجي الواحد بيكون من جو بيته فرق فاتع الورشة بدأ بالأطعاء عم ينسجم شوي شوي نسي صار بعالم تاني فعلا صار بعالم تاني لأنه بيعشق هذه الحرية هوني صار عنا الإبداع والتطور لحنا عنا مطلوب على طول لحنا باتحاد دمشق حتى الاتحاد العام من وجه التحية للاستاذ ناجي والاستاذ عصام الزيبة على طول لحنا ما بيكتفوا أنه الحرف يكون عادي لازم بدنا إنجازات كثيرة يعني على طول في عنا تطور تطور بل حفاظ على البصمات الأديمة لأنه عنا شيء كثير غني وبيكفينا ومنكبر فيه تاريخ عريق بسوريا حرف كثيرة ومنشوف حالنا فيها أكيد نحنا بنتشكركم على وجودكم معنا وإن شاء الله 2019 بتحمل كثير من الإنجازات لشيوخ الكار وبيضلوا دائما حاملين رسالة سوريا كالتراث وحضارة لكل العالم نتشكر لك علي من شكرك كمان استاذ عدنان على كل تحف اللي زينتوا فيها كمان أكيد شكرا كثير لوجودكم معنا إن شاء الله يا رب هيكي منلتقى بالـ 2019 بإنجازات كبيرة ومثل ما قالت هيكي رافعة عالم سوريا واسم سوريا عالية شكرا كثير لألقاء أهلا وسهلا